اسكندرية عروس البحر المتواصدت ايه زيكم واهلا بكم في فيديو جديد النهاردة بقاها جايبها لكم كل اسعار فناد اسكندرية عشان ما تحتروش تاني وانتوا جايين من اي مكان تقدروا تشوفوا رنج الاسعار في كل فندق بيبدأ من كام ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراكوا تفعلوا الجرس عشان يوصلوا لكم كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة هنفتح جوجل جوجل كروم ونكتب في خانة السيرش فنادق اسكندرية اهو كده زي ما انتم شايفين هنعمل سيرش هيزهر لنا هنا خرائط جوجل هنضغط عليها بعد كده في تحت الخريطة مكتوب فيو ميب هتزهر دلوقتي هنضغط عليها اهي فيو ميب بعد كده بصوا زي ما انتم شايفين هيزهر معينا كل الفنادق بالاسعار اه كده دي كل الفنادق اه من المعمورة لحد المنشاية هنشوفهم مع بعض دلوقتي واحدة واحدة هنا كده اه في اه سمي راميس في محطة الرمل بستمية اربعة وخمسين وفي فندق فؤاد بربعمية اه تمانية وخمسين تمام هنمشي كده شوية اه في فندق الدلتة ده بعيدة عن البحر شوية ب1381 هنمشي شوية كده هنلاقي برضو فنادق تانية اه دي جمعية بيوت الشباب دي اه زي شقاء برضو يعني بس للشباب في ده ميرامور بيوتيك هوتل ده في محطة الابرهامية بس مش حطين سعر فتقدروا تضغطوا على اه على الاسم هيوديكم على موقع جوجل تقدروا تعرفوا منه السعر وبيئة التفاصيل فندق قعود اه الف امتين واربعة اه في كمان ريال كراوين هوتل ده برضو السعر مش محطوط فبردو تقدروا تعرفوا من جوجل ريال كراوين ده بتسعمية وعشرة تمام وفيه كمان الحرم ده في كيلو باترة بس برضو مش محطوط السعر تقدروا برضو تشوفوه منه على جوجل زي ما قلتلكم فيه جولدن جويل اه عامل خمس تلاف خمسمية واربعة وشر دف سيتي جابر على البحر تقول بقى ايه هتلمشوا كده هتلاقيوا قطولات كتير فيه طوليب اه بثرت تلاف ربعمية تمانية وخمسين فيه سان جوفاني بالفين وستمية فيه رومانس بالفين بلايزا هوتل بالفين آآ جنيه ده قبل فور سيزون فور سيزون طبعا سعر وغير جدا الليلة باتناشر الف جنيه وفيه جويل سنستفنو بالف تلتمية آآ تلاتة وتمانين جنيه فيه لورون ريزيدنس ده شقق آآ بستمية سبعة وتلاتين جنيه كل ما هتمشوا هتلاقيوا فنيدق في معظم الاماكن سرايا ستوديو دي آآ شقق برضو آآ هيلتون الاسكندرية ب 3850 ده اللي هو آآ رموضة طول ما انتو آآ توستعوا كده الخريطة وتمشوا فيها واحدة وعدة هتلاقيوا فنيدق كتير جدا بكل الاسعار ميامي دي شقق برضو حلوة قوي على البحر واللي قلقها هتول ده برضو آآ شقق فندق ارجنسي في سيد باشر رنجي اللي سعر بيبدأ الف تمانية واربعين جنيه وهكذا في ميدي تار نسوت آآ برضو بيبتدي من الفين تلتمية تسعة وسبعين جنيه آآ في شيرتن طبعا المنتزى معروف ب الفين وثمانمية وجويل المنظرة ب الفين تلاتة وسبعين جنيه في اريو ريسورت آآ ده في المنتزى بيبتدي من الف وتلتمية هلن بلست آآ من اربعة تلاف خمسمية ده كل ده في المنتزى طبعا هلن رويل هوتل بيبتدي من خمس تلاف تمانية واربعين طبعا سعره عالي قوي طبعا كل حاجة وليها الخدمات بتاعتها آآ هنمشي كده شوية هنلاقي البرادايز ده في المعمورة ب الفين ستمية وخمسين جنيه وطبعا اي مكان يعجبنا هنقدر نعرف بيباقي التفاصيل ان احنا هنضغط على المكان نفسه ونشوف التفاصيل بتاعته زي مثلا البرادايز المعمورة هنضغط عليه كده ونشوف التفاصيل هيفتح معينا كده صفحة في جوجل اهو 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 فتح معينا نختار طبعا بوكينج دوت كوم دي اكتر موقع موصوك فيه شان لو عايزين تحجزه هيفتح معينا دلوقتي اهو الموقع تقدروا تشوفوا منه الاسعار وتتفرجوا كمان آآ على السور وتقدروا تحجزوا المعيد اللي هتيجوا فيه ولا برضو هتمشوا منه كده بقى نتفرج على السور مع بعض مكان روقع بصراحة وفعلا مميز جدا بس كده اي اي فندق يعجبكو تقدروا تعرفوا سعره زي ما وردكو اي وطبعا تقدروا تعرفوا السعر طول السنة اي مش بس في الصيف لانه بنفس الطريقة هتلاقوا برضو الاسعار استمتعوا بقى بالسور بتاعتنا مكان بارديس الجميل ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلوكو كل جديد اتمنى يكون الفيديو عجبكو وسهل عليكو حاجات كتير قوي ان انتو تقدروا تعرفوا اي سعر فندق في اسكندرية من خلال الفيديو واشكركم جدا على متابعيكو واتمنى يكون الفيديو عجبكو باي باي اشتركوا في القناة عشان